اشتركوا في القناة سامحوني وما تدعو علي المهم اليوم رأحكي لكم عن هسا اللي بيصير انه في عندنا متابلزم عمليات الايض بيصير فيها خطأ تمام كيف ممكن فيصير فيها خطأ ممكن يصير عندك يعني كيف بيحكي لك ممكن يكون في عندي عدم وجود تمام او قلة في المواد الضرورة لعمليات الغذاء تمام من هم اصلا عمليات الغذاء اللي هم البروتين والكاربوهايدريت والفات تمام بيكونوا يا مش موجودات او بصن مش موجودة او بيكون فيها قلة تمام ديفنسي اوكي اوكي هني ثلاث مشكلات تمام هم ثري يعني ممكن يجبو لك سؤال مثلا كل الفراغات تمام بيعتبروا ما عدا هذي سؤال بيجي بالشامل تمام تمام او برضو اجي سؤال من الشامل عن الاعراض كمان راح نمر عنه المهم بيحكي لك هني ثلاث مشاكل ممكن يصيروا في الموتابلزم ديفنبじم اول واحدة اللي هي النقيقة一ن dig تمام هذي بتفرضه مين اللي هي اللي هي والتي ثري حكينا من المشاكل اللي ممكن تصير في هاي الغدة حكينا برضو بالقدرة ممكن يصير عندها فيها تضخم وكتير مشاكل ما بدي أدخل فيه وما بهمنا اللي بهمنا هنا اللي بيصير عندنا من المشاكل مثلا صار عندنا للغدة هاي تضخم فممكن يصير عندنا شو يا يعني يصير عندنا إفراط في إفراز الغدة او ايش عكس افراد شو عكس افراد قلة في افراز الثيروديجلاند للتي فور والتي تري المشكلة اللي رح نحكي عنها اللي هي بتسببها يعني ما يصير عنا مشكلة في المتابلزم رح تسبب عنا اول اشي اللي هو الهايبوثيروديزم حكينا يعني تي اس اتش عالي يعني المحفز بكون عالي تمام بصير عنا هايبوثيروديزم كيف عادي طبيعي ممكن هو بكونوا من تحفيزه للغدة تمام من تحفيزه للغدة يصير عندها زي ردة فعل قليلة ممكن نحكي تمام تمام فعندي الاول مشكلة الهايبوثيروديزم اوكي اللي هي قلة بي او مشكلة وين في الثيروديجلاند اوكي هم بحكي لك الكلينيكال منفينستيشن الاعراض والعلامات للمشكلة اللي هي الهايبوثيروديزم اوكي لا الات بيرث واللي عمره من 6 لتسع ويك اسابيع ولما يكون عندي اولدرشيلد اوكي العالمات هدول كلهم اخدناهم ما رح اطرق لهم الصراحة تمام المفروض انت كشامل جاي عليك كمان ان شاء الله فترة قليلة فتكون انت عاربهم اوكي فبحكي لكي الدايجنوز زي ما انا حكيت لكم انه الثيروكسين والترايدو ثيرونين تمام اللي هو التي فور والتي تري بيكونوا عندنا فيهم مشكلة ليش لانه اصلا بالاساس الثيروديجلاند صار فيها مشكلة صار فيها هايبو تمام تمام برضو هون عندي التي أس أتش تمام رح يكون في عنده مشكلة فانا ممكن كيف اطرق واعرف اذا في عندي مشكلة عندي هايبوثيروديزم عندي هايبرثيروديزم رح اعرف من اللي هو التي أس أتش بلد تست تمام اللي هو يعملوا التست من البلد ياخدوا ويفحصوا يفحصوا التي أس أتش اوكي اوكي بيفحصوا تقريبا المصدر محمد من اثنين ل سيكس داي أوف ايج بيكون عمره بيحكي لك اذا كان المصدر محمد التي فور تمام اللي هو ثيروكسين بيحكي لك اقل من ستة ملغرام لكل دي أل تمام ويكون عندنا هاي تي أس أتش صح محنا حكينا هايبو يعني هاي تي أس أتش تمام وكان عندنا ارتفاع في التي أس أتش اكتر من ستين ملي تمام فأنا هون رح يصير عندي هايبو ثيرويدزم اوكي يعني ما تقيدون التي فور اقل اشارة هيك اقل بالانجليزي واشارة هيك اكبر تمام تمام لما حكينا بما انه عندي هون اقل بتكون التي فور اقل من ستة ملغرام والتي أس أتش اكتر من ستين ملي فهو يعتبر عنده هايبو ثيرويدزم اوكي اوكي عنا المنجمنت الادارة ممكن احنا نعمل تمام استبدال للثيرود هرمونال تمام لهرمونات الثيرود اللي هي التي فور والتي ثري اوكي اوكي اه المصنى محمد اه كيف ممكن نعمل احنا لها استبدال في اللي هو اللي هو ثيروكسين اه صوديوم اوكي اوكي شو نيرسين كير تمام انتك كير شو الرعاية تبعتك تمام لازم احنا هون نحدد التشخيص بكير لازم نعمل له سوبورت اه هون برضو ندعمه في اللي هو اللي هو تمام تمام هسا بدنا نحكي عن تاني مشكلة بتصير في تمام اه تمام اللي هي اللي هي الفاينال اه كتونوريا تمام لو البي كوي واي تمام بحكي لك هذا الديزيز هذا المرض اوكي بيكون تمام جيناتك بدنا نحرف انه في شغلها في عندي انزيم اوكي كتير مهم اوكي اخاصة لعمليات المنتر العقلية اللي هو اسمه اه امينو اسد عنا اللي هو الفاينولاينين تمام هذا الانزيم كتير مهم تمام كتير مهم لعمليات المتابلزم اوكي بهذا الديزيز هذا الانزيم اوبسن ما عم مش موجود تمام الانزيم اللي هو الامينو اسد عنا الفاينولاينين تمام مهم لالمتابلزم هاد الديزيز ما بيكون عنده هاد الانزيم تمام هذا المريض بيكون عنده هاد الديزيز لما هاد الانزيم الليو سميناه أمينو أسد عندنا ما بيكون موجود فبيصير عنده اللي هو الفينيك كيتونوريا تمام هاد هو بالنسبة لتعريف المرض هون بيحكي لنا عن اللي هو الباثويلو ما بدنا اياما بهمنا لنا هنا اللي كان من في الستيشن الأعراض برضو كلياتها منعرفها تمام بصير هنا بيوكل بس ما عم بينصح تمام بصير عنده هايبر اكتبتي وهي أجعلها سؤال في الشامل تمام كانوا حطين الفراغ إنه كلاتهم أعراض ما عدم تمام وكانوا حطين هايبو اكتبتي تمام لكن هي بصير عنده هايبر اكتبتي يعني بيكون كتير عم بيتحركوا هاي الحكي تمام تمام عندنا الدايجنوز كيفنا نشخصه حكينا القبل الهايبوثيروتزم كيفنا نشخصه بناخد تست من البلد تمام لا التي اس اتش تمام وحكينا اذا كان التي فور اقل من ستة والتي اس اتش اكتر من ستين ميلي لتر فانا بعتبر انه عنده اللي مصدنا محمد هايبوثيروتزم اوكي اما بالنسبة للفينالكيتونوريا كيف بدنا نعمله دايجنوزز برضو عن البلد تمام بناخد اللي هو مستوى بحكي لك اصلا فينولاينين بلاد ليبل يكون مستوى اثنين ميلي غرام اوكي اوكي لا النيو بورنين بيعملو سكرينينج تمام تست او فور عنا البي كيو از عنا اه قيسيتور تست عنا دا ميجر بلاد عنا فينولاينين ليبل نيوتر بروتين تست فور ميسيد كوز تمام او من ممكن نعمل يورين تست اكيد ممكن احنا بحكي لك نشوف بما انه المشكلة في الانزيم تمام فنروح احنا بناخد عين من الدم ومنشوف الانزيم هادو كدش الليفل تبعه كدش مستوى هالانزيم موجود فيه عند هادا الانسان تمام فمنقدر احنا من مستوى نعرف اذا عنده هو اوكي او حكينا ورضو بحكي لك ممكن انت تشوف عن طريق اوكي بحكي لك النورمال رينج اللي هو هادا الانزيم الامينو اسد عنا فينولاينين تمام او ممكن نحكي عنه عنا فينولاينين تمام شو النورمال رينج الو تمام بحكي لك هون دايت عنا جدا مهم نعمله احنا دايت يكون مناسب لانه بحتاج انه يصير نمو تمام عنا من سين عنا فينولاينين واذي عنا سيف رينج من اثنين لتمانية عنا ميلي غرام لكل ديال بحكي لك لازم احنا نحافظ على مستوى الكديش حكينا النورمال رينج من اثنين لاتمانية لازم نظلنا نحافظ على هذا الاشي تمام تمام اه بحكي لك دايت اه كليكت عنا كالتوكيتد كالتوكيتد عنا من عشرين لتلاتين ميل غرام لكل كيلو غرام عنا فينولاينين اوكي هذا الحكي ما بهمنا بحكي لك هون اه شغلة كتير مهمة تمام بحكي لك اذا كان عنا اقل من اثنين ميل غرام بادي تمام في البادي يعني البروتين صورتز عنا جروث عنا رديشن بحكي لك اذا كان عنا تخزين البروتين تمام اقل من ميتين اثنين يا ربي ميل غرام فهون رح يصير عنا مشكلة في الجروث رح يصير عنا مشكلة وين في الجروث تمام هاد لمن للبروتين اوكي اوكي برضو هون ما بارف اذا حكيتها ممكن انا برضو اشوف الليفل تبع الفينيلاينين تمام من برضو من البروتين تست اوكي فانا بقدر من اللي هو البلوت تست او من البروتين تست او من اليورين تست هدول بقدر اعمل فين نديجنوس لديزيز طبع الفينيو كيتونيورية تمام تمام اوكي هون عم بيحكو لكم عن الديت او الفود يعني انو الفود بيكون فيو لوي فينا لاينين هادا الانزيم وانو الاكل بيكون فيو تمام هون عم بيحكي لك وين الاكل اللوي وين الاكل اللي بيكون فيو هاي. اوكي. اوكي. النيرسين كير بحكي لك هنا لازم احنا نديسكشن مع البيرانت دائت ذات لوي عنا بنا لينين وفروت والجوز والكيرلس والستورج بحكي لك لازم انا احكي للعيلة الديت اللي فيها اه لوي تمام من هاي الانزيم تمام عشان اكيد يبعدوا عنها تمام هنا بحكي لك عنا الستيكت هاي بروتين دائت عنا از تمام نكمل انه هانا وصلنا لازم احنا مثل ان نكون متقايدين بالديت هاي بروتين تمام مثل الميت تمام برضو بدنا نتجنب الاكل المحلة برضو الكولا ما يكون ابدا بالديت تبعنا تمام بحكي لك هنا الفينيلا يعني ازيك اني انا ما بقدر استغني عنه لانه هو انستينا الضروري لالليجروث تمام تمام اوكي الان بنكمل تالت مشكلة واخر مشكلة في الانبورن ارور اوف اه متابلزم اللي هي الجالاكتوسيميا تمام بصبنا نعرف شغلة كتير مهمة تمام فيه هانا هيباتيك انزيم فيه علنا انزيمات تمام في الهباتة كبدية اوكي واحده من هاي الانزيمات اللي هي نسمياك الزيكالrag اوكوز تمام فهذا الانزيم موجود في الكبد انزيم كبدي تمام كثير في انزيمات طبعا قريبا ثلاثة واحد منهم اللي هو الجالكتوز وان فوس في تيوريتين تمام بيحول لنا الجالكتوز لا كلوكوز فهو كثير مهم لكن في عندنا بيشانت مرضى تمام بصير عندهم مشكلة انه بصير عندنا ايه ايرور في الكاربوهايدريت متابلزم مش احنا حكينا عملية المتابلزم كاربوهايدريت وبروتين وفات بيكون فيهم مشكلة هون بالجالكتوزيميا بيكون فيه بالكاربوهايدريت بيكون فيه عندنا ايرور بيكون عندنا خطأ بالعمليات الايد لا الكاربوهايدريت فهو بصير هاي المشكلة تمام فهو بصير زيادة جالكتوز في الدم تمام بصير في عندنا زيادة جالكتوز في الدم ما في اشي يحول الجالكتوز لا كلوكوز تمام ما في اشي يحوله هاد الانزيم الكبدي مش موجود او فيه ايرور فيه خطأ تمام فبصير عندنا يتجمع جالكتوز 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 لحد ما يصير عندي بالبلد كتير غالاكتوز هذا هو المرض تمام تمام عنا المنفنستيشن تمام بصير عنا مشاكل في الهيباتيك السيروسيز التشمع مثلا بصير عنا اسفرار بصير عنا سبلين بصير عنا تضخم في السبلين تمام بصير عنا هاي الاشياء تمام تمام ثواني شو الدايجنوسيز كيف بدنا احنا نعمل لايجنوسيز بيحكي لك ممكن احنا بقل الوزن ممكن احنا نعرفي ممكن اعتبرهم هدول مسا يوجي حكي والله وزني مرة واحدة عم بينزل فقط وزن كتير بفترة قصيرة تمام ضوخة او شبه دايما نعسان برضو ممكن انا اعمل لايجنوسيز في اليورن غالاكتوز تمام من كتر ما هو عم بيجمع غالاكتوز في دمي فصيرت ايش عم بيطلع مع اليورن مع البول غالاكتوز ممكن برضو نلاكي غالاكتوز اكيد في البلد لانه عم بتجمع وما عم بينهضم في الهبتك تمام تمام وبرضو برح نلاقي لوي انزيم لبل عنا اليورثروسايتس تمام تمام رح نلاقي يعني هذا الانزيم في الكريات الدم الحامراء ما له لوي قليل اوكي شو اللي تريتمنت بحكي لك هون انا نتجنب اكيد الحليب تمام والغالاكتوز اوكي الحليب اللي فيه غالاكتوز اوكي اوكي برضو نتجنب انه الاكتوز اوكي في نحط يعني احنا حليب فيه الاكتوز اه في الفورمولا في الرضاعة تمام برضو هون بنا نستخدم السويا ممكن في الفورمولا تمام تمام بحكي لك هون النيرسنج انتكا نيرس تمام بنا ننتبه للديت تمام اه برضو هون انا مثلا دروح عمطعم اشي بنا ننتبه للفود لبل او ممكن الليبل تبع مثلا اكل معين مثلا الحليب نشوف شو مكوناته حتى احنا نكون كرفولي يعني منتبهين لا اذا فيه لاكتوز او فيه غالاكتوز في هذا المكون تمام لانه لازم نبعد عنهم لانه اصلا فيه غالاكتوز عنده وبرضو اللاكتوز مش منيحة لهذا المرض تمام تمام وبرضو بحكي لك هون كتير شغلة مهمة مهمة مهني دراج عندنا مثل البنسلين بحكي لك بيكون فيه لاكتوز بحكي لك البنسلين بحكي لك فيه لاكتوز فانا لازم اتجنب اعطيه بنسلين ليش لانه رح يزيد عندي اللاكتوز ورح يرتفع بالدم ويزيد البلطينة تمام هيكا بتمنى اني انا حلت المشكلة بتمنى تكون تسمحوني واي سؤال بالنسبة لل error of metabolism ممكن تسألوني واسفة على التأخير وبالنسبة لتأخير تأجيل شاملكم مو مشكلة وكل تأخير فيها خير ويعطيكم الالف عافية